برحب فيكن جميعا بدرس جديد ضمن سلسلة أسرار اللغة الألمانية وبدرس اليوم رح أشرح حرف النصب دويح معناه عبرة أو عن طريق أو من خلال ورح نشوف كل استخداماته معكن إلهان من قناة سواني ألمانية مع إلهان والحلقة السابعة ضمن سلسلة أسرار اللغة الألمانية نبدأ بدرس اليوم في عندي بالعنوان إذن الأحرف مع حالة النصب يعني أحرف النصب إذن بدينا بشرح أحرف النصب في الدرس الماضي شرحت الحرف بس معناه حتى وشفنا كل استخداماته وبدرس اليوم في عنا دويح إذن معناها عبرة أو من خلال أو عن طريق رح نشوف كل استخداماته والحالات اللي بترت فيها ونوضح هذا الشي من خلال الأمثلة والرسوم نبدأ مع بعض إذن هون عندي جميع أحرف النصب اللي تعرفنا عليهم في الدرس الماضي وفي عنا بدرس اليوم الحرف دويح إذن رح نشوف استخداماته بداية في عندي هون لوكال لوكال يعني محلي مكاني إذن رح أشوف بداية استخدام حرف النصب دويح بالدلالة على المكان نبدأ مع بعض بالمثال الأول في عندي هون الجملة التالية معنى الجملة نحن نتجول أو نتنزه عبرة الغابة إذن بلاحظ هون إني استخدمت حرف النصب دويح للدلالة على المكان إذن هنن هون مثل مموضح بالرسم المجموعة هون رايحين باتجاه الغابة لحتى يتنزهوا إذن الفعل يعني يتنزه يتجول لكن بدون وجهة محددة إذن هون الهدف هو التنزه التجول يعني المشي لكن ما في هدف محدد لهيك بستخدم الفعل منفسر الجملة قواعدة بعيديا بشكل كامل حتى تتوضح أكتر في عندي بداية هون الفاعل اللي هو نحن إذن باللغة الألمانية بسمي الفاعل الفاعل عندي هون في المرتبة الأولى وبعدين أجا عندي هون الفاعل فاندن في المرتبة الثانية في الجملة حسب القاعدة الزهبية اللي شرحت لكم ياها في الدروس الماضية أني دائما الفاعل في الجملة الرئيسية بيكون موقعه التاني في الجملة إذن مهما حصل تبديل أو تغيير بحط الفاعل في المرتبة الثانية وهون عندي الفاعل فاندن في المرتبة الثانية معناه يتجول أو يتنزه يعني الانتقال من مكان إلى مكان آخر بدون وجهة محددة وبعدين أجا عندي هون حرف النصب دوي معناه عبرة إذن بلاحظ هون أنه عندي حرف نصب وبالتالي الاسم اللي رح يكون بعده هو حكما إذن اسم منصوب ورح أصرف أكوزاتيف إذن حالة النصب إذن عندي هون دوي دين فالد إذن ديا فالد الغابة باللغة الألمانية اسم مذكر ديا فالد صار عندي هون دين إذن ديا صارت دين إذن هون طالما شفت عندي حرف نصب فمباشرة الاسم اللي بعده رح يكون اسم منصوب وبصرف على هذا الأساس وهون الدي بتصير دين إذن لا مجال للنقاش أو لا مجال لأنك تسأل حالك أو تسألي حالك كيف رح أحط الأداة هون أو كيف رح أصرف لأنه هون عندي حرف نصب وهذا الشي هون سابت إذن دائما دوي هو حرف نصب والاسم اللي بعده هو حكماً اسم منصوب والحالة الأعرابية هي حالة النصب أكوزاتيف وبالتالي هون الدي بتصير دين وهيك منكون اتعلمنا كيف نصرف قواعدياً لما بيكون في عندي حرف نصب بالإضافة إلى ذلك بنتبه هون إني أنا استخدمت هون حرف النصب دوي للدلالة على المكان إذن نحن وين رايحين نتنزه دوي دين فالد إذن نحن رايحين نتنزه عبرة الغابة إذن هيك بكون اتعرفت على أول استخدام لحرف النصب دوي منشوف مثال تاني على استخدام حرف النصب دوي للدلالة على المكان في عندي هون المثال التالي معنى الجملة نحن نتسكع عبرة الشوارع يعني منتجول منتنزه منتسكع عبرة الشوارع إذن عبا نوع لكم بهال أفعال حتى تتعلموا شي جديد وشوي تطلعوا عن استخدام الفعل جين بشكل مكرر وتتعلموا شي جديد إذن هون استخدمت كمان حرف النصب دوي للدلالة على المكان إذن نحن وين رايحين نتسكع عبرة الشوارع إذن كمان هون انتقال من مكان إلى مكان بدون وجهة محددة وهون كمان في عندي حالة النصب إذن حكما حالة النصب لأنه عندي هون حرف نصب وبالتالي الاسم اللي بعد دوي هون هو اسم منصوب إذن دي شتغاص عندي هون بلوغل جمع الشوارع إذن دي بتضل دي في حالة النصب إذن ما بيحصل عليها أي تغير في حالة النصب لكن عندي عندي هون اسم منصوب إذن بعد حرف النصب دوي في عندي هون اسم منصوب وبالتالي الحالة العرابية هي حالة النصب وبالتالي هون بصرف على هذا الأساس لكن في حالة النصب أداة الجمع دي بتضل دي على حالة وما بيحصل أي تغيير هيك منكون وضحنا هذا الشي كمان قواعدي وقلنا كمان هون دوي منستخدم للدلالة على المكان منشوف مثال أخير على استخدام دوي بالنسبة للدلالة على المكان في عندي هون المثال من ظل دوي دي ناز أطمن ون نيشت دوي دين موند معنى الجملة المرء ينبغي أن يتنفس عن طريق الأنف وليس عن طريق الفم إذن هون الطبيبة عبتنصح المريضة هون أنه تتنفس عن طريق الأنف وليس عن طريق الفم إذن بلاحظ هون أني استخدمت حرف النصب دوي للدلالة على المكان إذن أنا بأي مكان بجسمي بتنفس عن طريق الأنف أو بأي مكان ما لازم أتنفس ما لازم أتنفس عن طريق الفم إذن هذا الشي هون دلالة على المكان إذن هون كمان استخدمت دوي للدلالة على المكان اللي بتنفس عن طريقه اللي بتنفس من خلاله وبالتالي هون دوي للدلالة على المكان من فصل الجملة قواعديا لحتى تفهموا كيف بتصير الحالة العرابية والتصريفات بداية عندي هون من يعني المرأ الواحد هون عندي الفاعل في المرتبة الأولى وبعدين أجا عندي هون مودال يعني فعل مساعد اللي هو زل صرفتم مع من إذن الفاعل في صيغة المصدر هو زل هون عندي زل صرفتم مع من إذن هون في المرتبة التانية وبالتالي هون شلفوا للفعل للأخير للمكان الأخير في الجملة إذن لما بيدخل عندي مودال فيع على الجملة شو بيعمل بالفعل بيطيره لآخر الجملة إذن هون الفعل أتمن صار في آخر الجملة منكمل هون عندي بعدين حرف النصب وبالتالي حكما الاسم اللي بعده هو اسم منصوب حكما عندي هون أكوزاتيف حالة النصب إذن دي ناز إذن الأنف أداته دي وهون كمان عندي اسم مؤنس والاسم المؤنس في حالة النصب بتضل أداته دي على حالة وما بيحصل أي تغيير وبعدين أجا عندي هون الفعل اللي طار لآخر الجملة بسبب دخول هون المودال الفعل المساعد اللي هو زل إذن صار عندي هون أتمن في آخر الجملة وبعدين هون عندي أداة الربط أنت إنه بتربط بين جملتين رئيسيتين شرحت بشكل تفصيلي في الدروس الماضية فيكن ترجعوا للدروس التانية على القناة وتحضروا الشرح مرة تانية بالنسبة للي لسه ما حضر الدروس وما عرف كيف بستخدم أنت إذن هون ربطت بين جملتين رئيسيتين بلشت عندي هون الجملة الرئيسية التانية لكن صار في عندي اختصارات وحزف بالنسبة للفاعل والفعل هذا الشي شرحته أيضا في الدروس الماضية وبالتالي هون إذن بلاحظ هون أني استخدمت حرف النصب للدلالة على المكان اللي ما لازم أتنفس منه اللي هو الفم وبالتالي عندي هون اسم منصوب لأنه هون حرف نصب وبالتالي حكما هون الحالة الأعرابية هي حالة النصب وبالتالي بتصير دين مند إذن الدي بتصير دين إذن هيك بكون صرفت التصريف الصحيح إذن هيك منكون وضحنا بشكل كامل استخدام حرف النصب دوي للدلالة على المكان وكمان شفنا التصريف الصحيح مننتقل للفكرة التانية بدرس اليوم في عندي هون كوزال إذن كوزال يعني سببي إذن رح نشوف استخدام حرف النصب دوي لتفسير السبب منشوف بداية المثال الأول هون إن استخدمت حرف النصب دوي لتفسير السبب إذن شو هو السبب اللي أدى لتدمير مدينة هيروشيما اليابانية هو القنبل النووية إذن كيف تم تدمير المدينة دوي إذن 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 لأنه عندي ديا وبالتالي إما بضيف تدميره إذن عندي هون صيغة المبني للمجهول بالنسبة ل إذن هذا الشيء لازم تكونوا بتعرفوه سابقا اللي لسه عمو فهمان المبني للمجهول بدو ينتظر الدروس على القناة التانية قناتي التانية إلهان غافنس بيغ رابط القناة بتلاقوه بصندوق الوصف أسفل الفيديو منكمل مع بعض في عندي هون بعدين هيروشيما إذن شو اللي تم تدميره هو مدينة هيروشيما المدينة اليابانية هيروشيما كيف شو سبب تدميره عن طريق القنبلة الزرية عن طريق قنبلة نووية إذن دوي أين أتوم بومب إذن هيك بكون وضحت استخدام حرف النصب دوي لتفسير السبب وشفنا كيف كمان إني دائما منصرف في حالة النصب دائما عندي أكوزاتيف والاسم اللي بعد حرف النصب هو دائما اسم منصوب بننتقل لمثال آخر ضمن نفس هاي الفكرة إذن منشوف هون الجملة التالية بنتعرف كمان على استخدام دوي لتفسير السبب في عندي هون دوي دين باو اينا جرسرن كونن يتز مير شول كيندا الز لتست يار اف جنوم ويردن معنى الجملة عن طريق بناء مدرسة ابتدائية أكبر سوف نستطيع الآن استقبال المزيد من طلاب المدارس أو التلاميذ أكثر من العام الفائت إذن بلاحظ هون أني استخدمت دوي في بداية الجملة لتفسير السبب لتوضيح السبب إذن أنا قيمت فيني استقبل عدد أكبر من التلاميذ لما رح أبني مدرسة أكبر إذن هون أجت هون عندي دوي كمان لتفسير السبب إذن هون عب بفسر إني أنا لما عم ببني مدرسة أكبر رح أقدر أستقبل المزيد من الطلاب وبلاحظ هون الحالة الأعرابية بالجملة في عندي حالة النصب أكوزاتيف دوي دين بو إذن عندي هون ديا بتصير دين إذن ديا بو بتصير دين بو ليش لأنه عندي هون حرف نصب وبالتالي حكما هون الحالة الأعرابية هي حالة النصب وحكما الاسم اللي بعده هو اسم منصوب إذن هيك منكون وضحنا هذا الشي بشكل تفصيلي منشوف الفكرة الأخيرة بدرس اليوم في عندي هون مودال يعني حالي إذن رح نشوف كيف منستخدم حرف النصب دوي للتعبير عن الحالة منشوف هدا شي من خلال المثال التالي هون دوي أو سدو كمت من أنس تسيل معنى الجملة عن طريق المداومة عن طريق المسابرة يأتي أو يصل المرء إلى الهدف إذن عندي هون أنس تسيل إذن اختصار لا أن دس اختصرت بإني كتبت أنس إذن دس تسيل إذن عن طريق المداومة عن طريق المسابرة يأتي أو يصل المرء إلى الهدف إذن بلاحظ هون أني استخدمت حرف النصب دوي للتعبير هون عن الحالة إذن كيف بتكون حالتي لحتى أنا أقدر أصل للهدف كيف بتكون الحالة عن طريق المسابرة عن طريق المداومة هذا الشي اللي بيخليني أصل للهدف إذن هيك بكون وضحت استخدام حرف النصب دوي بالنسبة للمودال يعني الحالي إذن كيف بتكون الحالة أوس دواء يعني المواظبة المسابرة هذا الشي اللي بيخليني أصل للهدف وهون كمان بيكون عندي أوس دواء هو اسم منصوب لكن هون ما استخدمت أتيكل وبالتالي هون ما رح يكون في عندي أي تصريف أو تغيير مجرد إني حطيت الاسم والاسم هو اسم منصوب هذا كان كل شي لدرس اليوم متمنى تكونوا عم تستفيدوا من هاي المعلومات لا تبخلوا علي بزر لايك أسفل الفيديو وشاركوا هالفيديو مع أصدقائكم حتى هن كمان يتعرفوا على هاي المعلومات ويستفيدوا ولا تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة بتضغط على زر اشتراك سبسكرايب أو أبونيغن أسفل الفيديو وكمان في حال عندكم أسئلة اكتبوا ليها بالتعليقات أسفل الفيديو كان معكم إلهان من قناة سواني ألمانية مع إلهان بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر